تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز حلقة اليوم بعد فوز برشلونة على فيا ريال الفوز اللي بيخلي تشافي حقق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري والفوز اللي بيخلي نحكي الحال الإيجابي والمعنويات بتتقدم لكنه أيضا الفوز اللي أرسل مؤشرات للقلق خلينا نحكي أنه الأمور مش عم تتحسن فعلا الأمور النتائج عم تتحسن لكن أرض المرعب لسه بده شغل ولما يجي الفريق منتصر بتلات واحد بيكون صعب تحكي مع جماهير هذا الفريق وتقولهم والله في شوية سلبيات لأنه بالعادة الناس بتحب تفرح وحق الناس تفرح بس في حلقة اليوم حنحكي عن الناحية الإيجابية والناحية السلبية اليوم كان فيه اختبار شكله جديد لتشافي بعد مباراة بنفكة اللي رجع ودافع تقريبا لمنطقة جزاء وبيلياريال ما كان رح يعمل هيك بالعكس بيلياريال بتقدم بخط الدفاع وبيضغط ضغط عالي وواضح جدا فكان فيه اختبار لمسألة صعود الكرة في برشلونة وفي هذه المسألة برشلونة قدر يطلع أول عشر دقائق الكرة بشكل كويس لكن بعد ذلك تبين تماما أنه لسه تشافي ما قدر يعدل هذه المشكلة في البرشة فصورنا نشوف كرة طويلة من ترشتيجن صورنا نشوف مدافعين بشتة الكرة بكثير مواقف وهذا معنى لسه الفريق ما قدر ياخد شكله الطبيعي بالسرعة المطلوبة وهو بيصعد بالكرة ليش حكيت شكله والسرعة لأنه تحت الضغط العالي تحت الضغط العالي بحدي عالية بدك كثير لعبين وتحديدا لعبي خط الوسط ياخدوا مراكزهم بشكل سريع عشان الكرة تتدرج بالصعود لعبة وسط برشلونة بطئين في هذه النحية حتى الآن ما شفنا كثير تغيير في الشكل أربعة ثلاثة ثلاثة وأيضا اليوم نشوف إرقارسيا ظهير أيمن وي بكملت شابي بإثبات نظرية وواضحة عنده أنا ما بلعب جنح أيمن وأيسر إلا جنح أيمن وأيسر حقيين فحط الزلزولة على اليمين ووضع قافي على الشمال قافي اللي واضح المتطور الطبيعي في خط الوسط في ظل المنافسين مع نيكولاس لونزالس ومع بدري أن يكون على الأغلب لاعب متعدد المراكز ما بين خط وسط وخط هجوم عشان ياخد دقائق أكثر أول عشرين دقيقة مثالية جدا لبرشلونة بخلق أكثر من فرصة وبروح بسجل أكثر من موقف سبعين بالمئة بيستحوذ كل شي ماشي تمام بتشوف الكرة بتطلع من خط الدفاع على الوسط للهجوم وبرشلونة بيضرب دفاعات فياريان المتقدمة بكرات في ظهرها ودي يونغ ببدع في أول عشرين دقيقة وبصنع الفرصة الأولى اللي بتيجي بالعارضة وبعدين بيصنع الكرة الثانية وبخلي دي باي واجه المرمى كرة هدف لا مجال وبضيحها هون أنا دايما كنت أحكي قبل الحلقة الماضية أنه دي باي حيتأثر نفسيا بخروج كومن وهذا طبيعي ممكن هذا تقول عنه السبب لما نجي نتكلم عن تحركات دي باي الأقل شخصية دي باي اللي اختفت شوي في المباراة لكن ما بتحكي عنها بهيك فرصة هاي فرصة لما تضيع فيها نوع من الاستسهال فيها نوع من الثقة الزائدة واللي تعلم منها في اللقطة الثانية ومع أنه في اللقطة الثانية شوي طول زيادة لكن سجل على الأقل هدف الفوز هدف مهم جدا لدي باي عشان تنقضه معنويا أنا ما زلت شايف دي باي ممكن يكون لعب مفيد هو مش لعب سوبر لكنه ممكن يكون لعب مفيد وهون بعد الفرصة لاحظنا أنه ما زال برشلونة ذهنيا محتاج وقت عشان يتعافى الفترة السيئة مع كومن ما راحت من ذاكرته وعشان هيك أنا واضح اليوم المهم الفريق فاز بغض النظر عن السلبيات راح نحك فيها أهم شي بهذه الفترة النتائج الفريق بعد هذه الفرصة اتراجع تماما نوع من الإحباط البدني والذهني بنفس الوقت البدني أنه إحنا لعبنا عشين دقيقة أحسن ما يمكن وفي الأخير ضيعنا فرص سهلة والذهني أنه ليش إحنا عم بصير فينا هيك ليش إحنا عم نقلق فرص وما عم نسجل حتى مع كومن كنا عم نواجه نفس المشكلة فهنا أعتقد لعب برشلونة شوي يعني خافوا رجعوا لورا وهناك كانت يعني من حظ برشلونة أنه الشوت الأول انتهى بالتعادل لأنه كمية الفرص اللي قلقت كانت كبيرة لكن كان في عامل مشترك بكمية هذه الفرص كلها تقريبا من جهة إيريك غارسيا ليش؟ لما نجي نطلع على الصور على الهجمات إيريك غارسيا تقريبا دائما مش بمكانه لأنه براقب لاعب الوسط الأيسر في فريق فياريال اللي هو موي وموي كان عم بياخد غارسيا شوي لورا وأمرات بياخدون العمق وأسرع منه شوي فدائما غارسيا أبطأ ودائما غارسيا مش عم بياخد موقفه وزلزولي كان مطالب مع الظاهير الأيسر هون صار فيه مهاجمين على المدافعين وهون شفنا دائما صراع دانجومة وأراوخه في اللحظة اللي بتأخر فيه الأراوخه الدقيقة أو لحظة أو ثانية بتلقى فرصة خطيرة من تلك الجهة فنعم إيرك غارسيا كان عنده مشكلة بالتمريرات اللي هي معظمها تحسها مش مدروسة عنده مشكلة بالتوقع واضح يعني أنا أشك إنه حيرجع نشوفه ظهير أيمن قريبا لكن بنفس الوقت الدور الرقابة اللي إله في الشوط الأول وظيفة تشافي هو اللي واضح جدا معطي الزلزولي يرجع مع الظاهير الأيسر للدفاع ومعطي إيرك غارسيا هذا الدور وناس إنه ربما أفضل بمراقبة هذا الدور يكون لأحد محاور خط الوسط حتى ما تنكشف هذه المساحة هذه مسألة عدلها تشافي بالشوط الثاني لكن في الشوط الأول أنا شايف 50% على إيرك غارسيا 50% على تشافي طبعا لازم ننتبه إلى تطور دي يونج أنا غررت عنه حتى أول مبارح وقلت إنه بتلاحظ إنه دي يونج أفضل شوي مع تشافي أول مبارتين تميراته أكثر اشتراكه بصناعة اللعب أكثر أوضح شي أنا ممكن أشوفه على دي يونج إنه بتحسه هالمرة فاهم شو لازم يعمل فيه إلو دور أوضح ووضح تشافي يشتغل مع هذه المسألة مطلوب منك واحد نين ثلاثة فاعملهم وشكرا وهون بتبين إنك لعب أفضل فاليوم دي يونج بغض النظر إنه سجل كان بإمكانه يصنع هدفين أو ثلاثة لو لاعيبته كانوا موفقين أمام المرمى فيه نوع من التحسن لدي يونج لازم نعترف فيه وننتبه له عبدالصمد الزلزولي مباراة أخرى رغم إنه اليوم مواجبات الدفاعية كان مبالغ شوي فيها من التشافي لكن صراحة في المواقف الهجومية كنت أشوف لاعب بيعرف يهجم على المساحة لاعب بيعرف يقرأ الفرصة تاعته وين لازم يكون وجريء وشجع مباراة أخرى دقائق أخرى بتخليك تقول آه هذا اللاعب ممكن يكون دكي على الأقل في السنة الأولى لأنه منعرف إنه ديمبلي لما يستعيد لياقته هيكون الأساسي لكن هذا اللاعب ممكن يضغط على ديمبلي فعلا وينفسه لنهاية الموسم طبعا في الشوط الثاني برشلونة راجع بعد الهدف الأول المبكر بشكل شوي مبالغ فيه وأنا أعتقد هذا التراجع سببه واحد من الاثنين إما المدرب اللي حبي حافظ على النتيج لأنه عارف الانتصار أهم الآن من التفاصيل الأخرى أو اللاعبين اللي زي ما بنحكي دائما عندهم مشكلة لسه بدنية ما أخذوا عافيتهم مية في المية أو حتى ذهنية إنه لازم نحافظ على الفوز بأي طريقة التوتر زايد فشفنا التراجع الرهيب لكن هذا التراجع كان فيه سوء دفاعي واضح كان فيه كمية فرص رهيبة بإمكان فيا ريال يسجل منها التعادل وهذا اللي عمله كان بإمكانه يسجل الفوز وهذا اللي ما قدر يعمله من العيوب الدفاعية اللي شفناها تقريبا خط الدفاع كامل باستثناء روخه توقعهم لوين الكرة رايحة والهجمة كيف رح تيجي سفر سيئين جدا بطريقة غريبة جدا بالنسبة للاعبين بيلعبوا في برشلونا جزء من قوة المدافع يعرف أو يقرأ وين هتروح الكرة وكيف هتروح الكرة وطبعا كان فيه خلل فيه توزيع أدوار الرقابة طوال الشوط الأول اتحسن بالنسبة كبيرة في الشوط الثاني لكن كان يؤدي لكوارد في الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني كنا نشوف بعض لاعبين الوسط من بياريال بياخدوا تزديدات مرتاحين بدون أي ضغط وكان دائما عبينضرب الظهير الأيمن والظهير الأيسر بكرة عالية من وراهم وهم شايفين اللاعب بدوا يطلع الكرة يعني على الأقل يرجعوا حتى هون في مشكلة ثانية لعبة الوسط بياريال دائما عم بيمرروا الكرة لمنطقة الجزاء بدون ما يكون مضوط عليهم من خط الوسط أو من خط الهجوم لما يرجع للدفاع مشاكل دفاعية كبرى اليوم بينات نجي منها برشلونا حقق الفوز لكن هذه الكوارثة الدفاعية اللازم تتحسن لأشك أنك تقدر تكمل بهذا الدفاع بنتائج جيدة ورغم الانتصار أيضا أعتقدت شافي شوي استنى على التبديلات كان لازم يستعجل قبل التعادل حتى ما يدخل بالورطة اللي دخل فيها بالنهاية هذه مرة ثانية مع بعد بنفكة حسيته كان لازم يبدل أيضا مع بنفكة بشكل أبكر ويغامر أكثر لكن نفس الشيء اليوم واضح أنه لسه بتعرف على اللاعبين يعني هذا عذري أنا لهون أنه بتعرف على اللاعبين ما في داعي أستعجل ما في داعي أغامر وبالتالي هو يعني عم بحقق الانتصار وهذا أهم شي اليوم أهم شي أنه لعكبر شلونة يشوفوا حالهم بجدول الترتيب عم بيتقدموا مع تشافي ولما يحسوا حالهم بلشوا يتقدموا ببلشوا يقدروا يكونوا يضحوا أكثر في الملعب ببلشوا يركزوا أكثر مع المدرب ويلتزموا أكثر مع المدرب لأنه الثقة بتزيد مباراة الإيجابية الأوضح فيها هو الانتصار التأكد أنه دي يونغ أصبح أفضل تحت خاتة تشافي لكن السمبية الأوضح أنه هذا الفريق دفاعيا ما زال يعاني كثير وكثير وكثير نوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت مع محمد عوال موجود في فيسبوك نوطر الإنستغرام موضروري جدا نتابعوني على سيفس بورد في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة